من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم كل الأمم تبحث عن قدوة تقدمها لرجالهم لأن دور القدوة كدور القيادة دور مهم وكل الشعوب تحتاج إلى النموذج الذي يسيرون نحوه الفرق بين القدوة والقيادة أن القيادة للزمن الحاضر الميت لا يقود لكن الحي هو الذي يقود النبي في حياته كان دوره دور القيادة ودور القدوة أما القدوة فدورها لجميع الأزمان ومن هنا ضرورة أن نبحث عن القدوات الحسنة في حياتنا ونتخذهم لنا نموذجا نحاول الوصول إليه انظروا من يريد النجاح في الحياة عن من يبحث عن الناجحين ولعله يدرس حياتهم بتفاصيلها المختلفة ويحاول أن يقتدي بهم حتى ينجح من يريد أن يكون سياسيا كبيرا يبحث عن الذين كانوا ناجحين في السياسة من يبحث عن المال والاقتصاد فهو يبحث كما يقول أحدهم عن سحرة السوق هذا عنوان كتاب اللفه هو أحد الأمريكيين حول سحرة السوق وكان من الكتب الناجحة رغم أنه كان كتابا صغيرا لكن كان يباع بماء الدولار لأنه كان يتحدث عن الذين نجحوا في التعاملات السوقية اليومية ومن ثم فإن الناس يبحثون عن قدو أنت تبحث عن قدوة للدين فلابد أن تكون دقيقا في اختيارك وأن يكون الذي تختاره يمثل تلك القيم والمثل الحق التي جاء بها الدين رب العالمين جعل لنا القدوات وتحدث عنهم تحدث عن كثير من الأنبياء مثل آدم ونوح وإبراهيم وموسى والمسيح ابن مريم وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يتخذ هؤلاء قدوات في حياتكم انظروا ما الذي كانوا يعملون يعملوا وكان النبي في حياته يقوم بأعمال ويطلب من الناس أن يقتدوا به أساسا أنت حينما تريد أن تعرف هل أنت من الصالحين هل أنت من المرضيين عند الله في صلاتك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فتحشر نفسك بين الصالحين هل أنت من الصالحين حقا أم أنت من الذين قال عنهم الشاعر قال أحب الصالحين ولست منهم كيف يمكن أن نعرف أنك من الصالحين أو لست من الصالحين كيف يمكنك أن تعرف ذلك بأن تقيم نفسك بالقياس إلى الصالحين الذين جاءوا إلى هذه الحياة وعاشوا في الدنيا سعداء ورحلوا عنها محمودين السعيد والحميد عاش سعيدا ومات حميدا أي محمودا هذه الآية المباركة التي تلوتها في البداية نزلت بعد معركة الخندق وهي أخطر المعارك التي شنت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهدف القضاء على شأفة الدين بهدف تصفية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل أصحابه ومن ثم القضاء على دين الله عز وجل هذه المعركة التي جند لها كفار قريش بقيادة أبي سفيان ابن حرب وجاءوا بعدد كبير من الرجال وأيضا تآمروا مع الذين كانوا في المدينة من أصحاب الديانات الأخرى ومن ثم كانت خطة محكمة في ظاهر الأمر لولا أن السماء تدخلت ولولا أن الله عز وجل أرسل الرياح وأيضا أرسل ملائكة تثبت قلوب المؤمنين ومع ذلك فإن المؤمنين زلزلوا زلزالا شديدا كما يقول القرآن الكريم والزلزال الشديد هنا لا يعني زلزلة الأرض إنما يعني أنهم في قلوبهم تزلزلوا أي أن كثيرا منهم شكوا شكوا في رسالة رسول الله شكوا في التوحيد شكوا في قدرة الله عز وجل شكوا في كل شيء وزلزلوا زلزالا شديدا كما يقول القرآن الكريم جاءوا وقد حاصروا المدينة المنورة من طرفين المهم أن النبي كان قدوة في ماذا في هذه المعركة قدوة في الإيمان قدوة في الثقة بالله قدوة في التوكل على الله قدوة للذين آمنوا والذين يقفون في المواجهات في المواقف الصعبة تعرف القدوات الكريمات لم يكن مثل الرؤساء الجبناء الذين يجهزون الجيوش والطائرات والدبابات والملالات وحاملات الجنود لكنهم يجلسون في قصورهم المهم هذه الآية تقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا على الأقل قلد رسول الله فنبي الله عز وجل وهو سيد الأنبياء كان قدوة ولا يزال هو القدوة الأولى لجميع المؤمنين والمسلمين وكذلك أهل بيته النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام جالس على المنبر وإلى جنبه الحسن كان النبي يمشي في الأسواق وهو يحمل على كتفه الحسن والحسين وأحيانا كان يحمل أحدهما المتوفر منهما كان يحمله على كتفه وحينما كان يصعد على المنبر يأخذ معه الإمام الحسن أو يأخذ معه الإمام الحسين يعني كان النبي يعيش مع الحسنين في حياته اليومية بل حينما كان يصلي ويسجد كان أحدهما يأتي ويركب على ظهر النبي وهو في السجود فيطيل النبي سجوده حتى ينزل الحسن أو الحسين من رهره طواعية لم يكن يزعجهما أو يزعج أحدهما وهو في حالة الصلاة وحدث أنه مرة صلى وأطال في السجود فظن المسلمون أن الوحق كان ينزل على رسول الله أو أن حدثا حدث له وحينما أتم الصلاة قال له يا رسول الله أطلت في السجود قال نعم إن ولدي ركب على ظهري الحديث يقول وهو موجود في كتابين من الكتب المهمة عند الفريقين في كتاب البخاري وكتب أخرى أيضا وفي كتاب البحار أن النبي سعد على المنبر والحسن إلى جنبه وكان يوزع نظراته بين الناس وبين الحسن أي تارة ينظر إلى الحسن إلى جنبه وتارة ينظر إلى الناس قال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين أظيمتين من المسلمين كما في هذه الرواية البعض فسر هذا الحديث بما حدث بعد مقتل الإمام علي سلام الله عليه وصلح الإمام الحسن مع معاوية لكن هذا الحديث لا يتحدث عن ذلك ذلك أن هناك فأة باغية وفأة بغوا عليها الإمام عليه سلام الله عليه كان هو الخليفة الشرعي بناء على جميع المعطيات والموازين والمقاييس والكل يعتبره خليفة بعضهم يعتبرونه الخليفة الأول والوصية الأول لرسول الله وبعضهم يعترف به خليفة رابع المهم أنه أبغت طائفة من الأمة على الإمام علي النبي لا يتحدث عن الباغية الفئة الباغية بأنها طائفة عظيمة من المسلمين الحديث هذا صحيح وهو ينظر إلى ما حدث في عهد الإمام علي أن طائفتين من الموالين من المسلمين حدثت بينهما مشاكل وصراع في منطقة الأحساء وكانت منطقة مهمة ولا تزال منطقة مهمة فأرسل النبي ولده الإمام الحسن إلى منطقة الأحساء وأصلح بينهما ومر الإمام الحسن بمدينة الكويت ثم انتقل إلى مدينة الأحساء يعني الطائفتان التي أشار إليها من النبي لم تكن طائفة باغية وطائفة مبغي عليها أو إنما كانت طائفتين مسلمتين لكن تحدث المشاكل يعني عادة أن نوعين من الصراع صراع طرف حق وطرف باطل ماء في الماء صراع آخر لا ليس بسبب أن أحدهم على حق ويدافع عن الحق والثاني على باطل وتدافع عن الباطل إنما يقع الخلاف بين الأخوين إنما المؤمنون إخوة يعني المؤمنون إخوة لكن يقع الصراع أحيانا والنزاع ويتدخل إبليس وتدخل أهواء النفس وتشعل هذا الخلافة والصراع هنا لابد أن نتدخل فأصلحوا بين أخويكم ألمام الحسن كان قدوة في كل شيء من أهم الأشياء أن الإمام الحسن كان قدوة في الإيمان قدوة في الطاعة قدوة في العبادة قدوة في العطاء خرج من ماله مرتين أي أنفق كل ما يملك ولذلك سماه المسلمون بكريم أهل البيت هذا الحديث ليس رواية إنما عرف بين الناس أنه أكرم الأكرمين في عصره كان كريم أهل البيت وقاسم الله أمواله ثلاث مرات هو قدوة حسنة في الطيب في الأخلاق في الإيمان في الصلاح في البر بالوالدين في العطاء في التعاون وفي كل الأمور الأخلاقية الأخرى ولذلك نعتقد أنه قدوة حسنة للأمة جعلها الله عز وجل جعله ربنا كقدوة ونستطيع أن نقيس أنفسنا به ونعرف هل نحن من الصالحين أم لا كم مرة خرجت من مالك في سبيل الله كم مرة أنفقت نصف أموالك في سبيل الله كم مرة كنت تذهب إلى الحج مشا على الأقدام بين المدينة ومكة قرابة خمسمائة كيلومتر مشا على الأقدام والنوق تساق بين يديك يعني لم تكن بلا وسيلة للتنقل الوسيلة موجودة في ذلك الزمن النوق وفي هذا الزمن السيارات لكنك تريد أن تتواضع لله وأن تتعب في سبيل الله وأن تمشي إلى بيت الله هكذا فعل الإمام الحسن فهو بالنسبة إلينا قدوة حسنة ولا بد من أن نقتدي بها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلىهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهر